اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انه الله بيغفر لي بعض الاخر قال لي لازم تقضي اللي فاتك ممكن التوضيح حلق لما الانسان بيبدأ بيصليه عليه سنوات ما صلى هون الله بيغفر له اذا تاب بس القضاء لا يغفر يعني القضاء لا بد منه لكن يتوب الله على هذا الانسان اذا تاب ويقبل توبته ويقبل اوبته ورجوعه يعني النتيجة بدك ترجع تقضيهم لهالسنوات اللي فاتوك ما الحكم شرعا اذا قمنا بزيارة قبر والدي مرة او مرتين في الاسبوع ما على المحسنين من سبيل اذا بتحزن زوره كل يوم ممتاز يعني ليش مرتين مرة تلاتة عشرة ما فيه اي مشكلة اذا الاب سجل باسم ولاد ابنه المتوفى نصف التاريكي ما حكمه يعني واحد مات ابنه وترك ولاد هو الاب بحياة عينه هان صار جد هلأ بده يكتب لا احفاده النص هو على قيد الحياة بجوز يعني هذا الامر جائز لانه صار هبة هذا معت اسمه تاريكي هذا صار اسمه هبة انا حامل شهر ونص وعمر بنتي سنة وبحبلي صار معي خثار دموي لازم اخد ابري كل يوم طول فترة الحمل ابري مميع وسعرها غالي كتير هل يجوز اعمل اجهاض مع العلم بالوضع المادي المتدني هو السؤال شهر ونص يعني هدولي خمسين يوم يعني ليش انت سألتي هذا السؤال بعد ما صار الحمل خمسين يوم هلأ هو البعد الاربعين لا يجوز الا اذا كان في ضرر على حياة الام هون انت ما في ضرر انما هي ابر مميع فانا لا ارى الجواز انا لا ارى الجواز يعني ما بجوز تسقطي حملك اذا واحد حلف على القرآن وهو مطاهر شو بيعمل امشان يتوب هل هذا السؤال مواضح يعني ما لهم متوضي هو جنوب يعني بده توضيح السؤال حتى نجاوب عليه حلف كذب ولا صدق وهو ماله متوضي يعني شو بيقصد ماله طاهر بدي توضيح اكتر من هيك لحتى اعرف الجواب السلام عليكم عندي طفل رضيع ينام متأخر ماذا اقرأ من القرآن هلأ الطفل الرضيع بده قراءة اوراد يعني بده قراءة اوراد معينة هاي الاوراد هي من سمية الرقية الشرعية انا موجود على صفحتي بالفيسبوك اوراد الرقية الشرعية ممكن تفوتي على الصفحات تقرأ تشوفيها الاوراد وتقرأيها على الطفل بإذن الله بيرتاح وبينام والله هيك سبحانه وتعالى يتمم للناس جميعا تربيتهم الصالحة ايها السادة المشاهدون والمشاهدات نذهب الى فاصل ثم نعود اليكم فابقوا معنا ايها السادة المشاهدون والمشاهدات عدنا لاتصالاتكم مع اتصال الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيفك شيخنا ان شاء الله بخير يا اميت اهلا وسهلا تفضل الله يخلينا ياك يا رب تفضل تفضل حبيبي تفضل فيه ثلاثة سئلة بس الحسألك هون وانت بعد ما انا اخلص بس الله يخليك جاوبنا عليهم تفضل هلا بس في عدة الطلاق انه مدتها وكيف التصرف لازم تحكي مع حدا ما لازم تحكي مع حدا هي الحالة ما في حدا هي بألمانيا يعني في انه تحكي مع حدا فيها تطلع ما فيها تطلع السؤال التاني انه واحدة الطلقات خلصوا يعني طلقات للطلقات واكتر من شيخ اقوله انه ما عاد ترجعي انه هي بتتعقد عقد على شخص مشان ترجع على جوزة يعني عقد هذا شلون يعني شو شروطه لازم يدخل فيها ولا انه عقد رسمي هيك بس انه مجرد عقد ولا يعني شو اللازم انه ما تسمي انه والله مثلا انه بدا تتزوج او اي انت بدا تتركه او يتركها نعم السؤال التالت السؤال التالت انه انا في شخص بالسويد بيبعث لي مصاري انا بعطيهم هون للي بيستاهلوا مثلا بس هو بيقلي مثلا انه عطي فلان 20 الف عطي فلان 30 الف انا هلا مثلا وقت قلي انه مثلا 30 الف او 20 الف او شي انا يعني في ناس كمان معتازه هم فوضني يعني فيني انا مثلا من اللي عم يعطيني ايهون انه اسمهم بيناتهم مثلا هو بيقلي 30 الف لمحمد مثلا انا فيني مثلا ايم خمسة اعطيهم لناس غيرهم معتازين او يعني اسمهم انا على كيفي ولا هو ولا سألت اول شي عن العدة واحكام العدة هي من عدة الطلاق هي ثلاث حيضات يعني بتنقضي اول حيضة والتاني والتالت بعدين بتخلص العدة تبحها وبيحق الا تتزوج احكام العدة انت التزم بيتها لا تخرج الا للضرورة فرضا هي بالمانيا وموظفة وما عندها غير هالمعاش واذا ما اشتغلت ما بيعطوها المعاش لا بتروح على وظيفته وبترجع احنا عما نقول للضرورة لا قادرة تاخد اجازة بهالفترة هاي الدول بياخدو تقريبا بحدود ثلاثة شهر الا شوي شهرين ونص قادرة تعمل هيك احسن ما قادرة بتروح بتداوم وبترجع الحكي للضرورة يعني مع غير المحارم طبعا لا بتتزيان لا بتلبس الاصفر اللي بتلبس الاحمر عطر ما عطر زينة كله هذا لا يكون هكذا حتى تنقضي عدتها اللي سألت سؤال تاني واحد حلف على زوجته بالطلاق وقعه ثلاث طلقات بثلاث اوقات بلفظ انتي طالق المهم انه الطلاق وقع بشكل محتم عليها ما الحكم في ذلك الحكم في ذلك انها لا تحل لزوجها الاول حتى تنكح زوجا غيرها طيب لو واحد عقد على زوجة على هالزوجة عمل عقد بس كتاب زوجيني وقبلته وشهود ومهر بعدين قال لا انتي طالق قال ما بتحل الزوجة الاول لابد من ان يدخل بهذه الفتاة ليش لانه في نص بالحديث النبوي على ذلك يعني هي القضية لابد فيها من الدخول عدا الشيء الثاني الشيء الثالث ما بصير يكون مؤقت يعني انه والله احنا حنتزوج ونتطلق ونحطها الشروط لا بيتزوجوا ما الله تمام الوفق بيناتهم بيطلق لكن اذا في شرط ما بجوز هذا الكلام الشيء الثالث انه واحد موكلك تدفع مال واحد موكلك تدفع مال هالمال اللي وكلك تدفعه لابد ان تلتزم النص الذي قال لك به قال لك بتعطي قلت محمد ثلاثيم مثلا ما بجوز تنقص خمسة الا بيئذنه يعني هو مفوضك وانت شفت الخير غير هيك بترجعت تتصل بتقول له انا حغير وبدل شوي ضمن المصلحة الموجودة وجدت انه في واحد حاله اقل حالا من فقره اشد فقرا من هذا الرجل حنقيم من هون نحط هون اذا اذن يجوز ما اذن تلتزم النص لانه انت الان وكيل والوكيل يلتزم نص الموكل ناخد اتصال الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سهل صباحا صباحكم مبارك اهلا وسهلا الله السلام بدي اسألك سؤال الشيخ فضلي فضلي هلا انا اختي مرضعة ابن اخي ومرتخي مرضعة كمان ابن اختي هلا ابتنتين عندهم بنات بجوز بينوا على يعني على بعض من بلغتها هلا مين رضع من مين هلا ابن اخي رضع من اختي ابن اخوكي ابن اخوكي رضع من اختك اي يعني يعني شو بتكله بتكله عمته اي عمته بتكون يعني هو رضع من عمته طيب من عمته وابنها رضع من مرتخاله يعني ابن عمته رضع رضي من مرت خاله. طيب. هلاء شو السؤال؟ هلاء السؤال يعني هي عنده hoping Jonathan Cenza倪. ومرت اخي عندها hoping just for their youth, they have angel humans يعني عليهم بلغطاو. الى اللي رضع من عمته. اللي رضع من عمته نعم. أولاد عمته كلهم صاروا اخواته بالرضاعة. واحد رضع من مرت خاله. أولاد مرت خاله. كلهم صاروا اخواته بالرضاعة. يعني ببينون. يعني إذا واحد رضع من وحده كل أولادها بصيروا أخواته بالرضع ناخد اتصال ألو 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 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف تستاذنا الله عافية الله يعافيكم يا ميت أهلا وسهلا عندي ثلاث أسئلة الله يكرمك بس ما جابني لستكير فضل سقوط السنن في السفر هاي واحد سقوط شو سقوط السنن في السفر السنن طيب السنن طيب في شخص تجاوز المئة السنية هل تفقط عنه الصلاة ويعني أنه لازم يصلي ولا لا طيب والسؤال الثالث إذا نصلي جماعة والإمام نقص آية من الفاتحة هل تصح صلاة المقتدين أم لا تمام تمام فيه في جمع وقصر يعني بيجمع الظهر والعصر ركعتين بركعتين بيصلي هلأ بعد ما يجمع الظهر والعصر بيصلي بعض السنن طبعا بيصلي السنن ما بتسقط إذا كان مع وقت ويستطيع يعني هلأ السؤال إنه أنا من السنة أن أقصر وأجمع في السفر فعلت السنن تبع الظهر صرت بدي صليها بعد العصر اللي جمعتها مع الظهر طبعا أفعل ذلك ولا حرج والسنة موجودة بذلك هذا السؤال الأول السؤال الثاني واحد تجاوز المئة سنة بيصلي هلأ أنا العبرة عندي من شروط الصلاة أنه بدي يكون عاقل يعني بدي يكون عقله معه هلأ إذا واحد خرف تسقط عنه الصلاة خلاص ما في عقل هنا فأنت بدك تقول أحيانا واحد عمره مئة سنة وعقله أحسن من عقل الشباب الصغار القضية مو بالسن القضية بالعقل أنت حدد وبناءا عليه بتحكم بالمسألة هذا سؤالك الثاني وسؤالك الثالث يعني غاب عني حاليا ما متذكر شو هو إذا واحد نقص إذا واحد نقص آية من الفاتحة الإمام نقص آية من الفاتحة إذا شافعية المقتدين فيه إذا شافعية المقتدين فيه هو يعني نقص فرض فبينبهوا بيقولوله سبحان الله بيذكروا ما تذكر ياب ينوي المفارقة ياب ينوي المفارقة وإذا تمموا معه بده يعيد هو وياهون الصلاة لعنده الشافعي عنده الفاتحة فرض وكل آية من آيات الفاتحة يعني هي فرض أيضا فلذلك إذا سقطها ياب ينوي المفارقة ياب يتابع معه بالآخير بعيده اثنين سوا بالنسبة للحنفية ما بتبطل الصلاة أنه نقص هو واجب يعني ما بتبطل الصلاة عنده ناخد اتصال ألو أهلا سيك العافية الله يعافيكم أهلا وسهلا سيخلل سمحت بس وأهلا سيك أنا فيني أصلي وأنا مرخي إيدي يعني ترخي إيديك وتصلي مو هيك على صبرك هلأ هاي الهيئات والكيفيات والصلاة مسنونة يعني واحد بيصلي هيك واحد بيرخي إيدي هيك واحد بيحطون هيك واحد بيرخيون هيك هلأ الجعفرية والمالكية بيسبلوا إيديهم بالصلاة المذهب المالكي بيسبل إيديه المذهب الجعفري بيسبل إيديه الشافعي والحنفي يعني بسألة بسيطة جدا يجوز لك ذلك إذا قلت الإمام مالك أو من قال بذلك بالنسبة لبقية الآيمة سنة طيب علم شافعي وهو سنة نحط إليه وترك ما حط إليك عملك هو مذهب شافعي شو بينبن عليه ولا شيء يعني صلاة صحيحة ترك سنة من السنن إذا قلد المالكي حتى سنة ما ترك إذن الموضوع سهل وهيئن المهم أن نصلي المهم أن نصلي ونلتزم هيئة السنة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا ناخد اتصال ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صباح الخير شيخنا أهلا وسهلا ومرحبا صباح الأنوار سيدنا ديض لك سؤال بس ويارد جاوبي بعد ما سكر إن شاء الله سيدنا أنا مرت أخي رضعت بنت عديلي ما أبنها مين رضع مين مرت أخي رضعت بنت عديلي يعني شو بت كلها هي لبنت عديلك هي مرت كلها تمام هي أنا تكون هي بنت عديلي إلي تمام ومرحبا هو بنت رضعت مع ابن أخي تمام فهي بنت تكون بنت أخي أو مثلا فينا تكشف تقيم شعر قدامي يعني أبوه هلا بس نعيد السؤال معلش مرة تاني لحتى نجاوبك عد لي يا با نجاوبك عد لي يا با بنت عديلي رضعت مع ابن أخي تمام صار أخوك صار أخوك أبوه برضاعة أبوه برضاعة بقى أنا عمّة برضاعة وأنت عمّة برضاعة وأنت عمّة برضاعة يعني عمّة يعني إذا كشفت قدامك يجوز يجوز نعم نعم السلم إيديك أهلا وسهلا ومرحبا ناخد اتصال ألو يعطيك العافي شيخنا الله يعافيك يا عمّة أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يخليننا ياك شيخنا بعد إذنك إذا الواحد جايه ولد نعم فرض إنه يدبح له خاروف لا سنة سنة نعم وخاروف ولا خاروفين إذا زكر خاروفين في سؤال تاني ناخد اتصال ألو 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 أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا ميت هلا شو أخبارك دكتور الحمد لله دكتور بدي دكتور تفضل حابب أسألك سؤال تفضل أهلا وسهلا أنا حماتي أنا حما ألو معك معك حبيبي تفضل ألو أنا حماتي نادري ندير إنه تعمل مولان نعم عرفتشون دكتور نعم عام ايه دكتور ايه عام بصير دكتور إنه توزع لحمة أو توزع جاج بدال المولا تمام هلأ هي نادري تعمل مولد عند الشافعي تلتزم به يعني هذا المولد تلتزم به وما بجوز تعمل بداله لحم واللجاج يعني تلتزم بما نذرت ناخد اتصال له أهلا وسهلا الله يعافيكي أهلا وسهلا الله يعافيكي أهلا وسهلا الله يعافيكي أهلا بدي أسهلك سؤالين بعد إذنك بس بدي بعد ما سكر تجاوبني علي تفضلي أهلا أهلا تنزي هي إنه تصلي وهو عم يخطب السنة يعني الأفضل أن تصلي الجمعة عندما ينتهي الخطيب الأفضل والسنة السؤال الثاني بقولوا البيرة الشرعية حرام حرام واللحلة السيطة الأمة هاي البيرة الشرعية البيرة الشرعية على ما في شي يسمو بيرة شرعية وبيرة غير شرعية. البيرة هي عصير الشعير يعني ماء الشعير بيسموه بيرة في كحول بيصير مسكر حرام ما في كحول بيصير جائز شربه فالموضوع هو ماء الشعير حتى نخلص من التسمية اللي بتعمل لي اشكالية ماء الشعير حرام شربه ولا لا اذا ما في كحول بيجوز في كحول لا يجوز ناخد اتصاله له السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يعطيك العافية سيخنا الله يعافيكم يا ميت هلا الله يديمك سعدي سؤالين اذا بتريد السؤال اولاني بالنسبة لقضاء الصلوات نعم في وقت معين فرضا مثلا صلاة الصبح انه شو الوقت المناسب لقضاء الصلاة مثلا بعد صلاة الظهر جائز هالشي لا بالنسبة لصلاة الفجر النبي عليه الصلاة والسلام يقول فليو صليها اذا ذكرها يعني واحد نام ما نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها الشافعية بيقولوا بالنسبة للفجر حصرا انه بس تقوم من النوم فورا توضى وصليه الحنافية بيقولوا اذا كانت طالع الشمس لا يجوز عند طلوع الشمس بتنتظر حتى يمضى يعني وقت الضحى يعني يصير وقت الضحى بتقضي اما عن طلوع الشمس لا يجوز لا يجوز عند الشافعية يجوز المسألة واسعة المسألة واسعة اذا بنا نخرج من خلاف العلماء بنصليه ضحوه هيك يعني بنعملها افضلية على كل المزاهم تماما السؤال التاني اذا بتريد اذا شخص له حصة ارفية حصة ارفية قديمة وحبي يحسل حقه ما عاملاء طريق ودي او سلمي لتحصيل حقوقه فهل انه اذا لجأ للقضاء وبغض النظر عن انه موضوع القربة او ما يسمى بسرعة الارحم بعد يستنفذ كل الطرق الودية هل هو آثم او يترتب عليه شي اذا واحد يستنفذ كل الطرق الودية ليحصل حقه من حصة ارفية هو واخوته مثلا وما قبله لجأ للقضاء جائز ما في اي اشكال جائز ما في اي اشكال ناخد اتصال الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمعت شاف بدي تجاوبني بعد ما سكر طيب تفضلي انا بشتغل بيدار للعجزة فبضطر اني غير للعجزة نسوان فبشوف عورتهم هذا الشي اسم ولا لا وبكون عن ايامات كتير صغيمة بفضطر هيك طيب بس تسكري من جاوبك الا انتي قلت انه انتي بتشتغلي بدار عجزة يعني اول شيء في قاعدة حديث نبوي صحيح بيقول من اكرم شيخا لسنه اكرمه الله قيد الله له من يخدمه عند سنه يعني اي واحد بيخدم اي رجل او امرأة كبيرة اي واحد وبيخدمهم بس يكبر الله بيقيد له من يخدمه هاي هذا قاعدة عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فانتي عما تساعد عجزة بالعكس اليك اجر وسواب وطبيعي اذا بدك تنطفيهم او تغيريهم او كذا يعني بدك تشوفي عوراتهم هذا شيء مضطرة له انتي هذا لا تأثمين به ولا بيأثر على صيامك بالعكس لك اجر وسواب يعني اول شيء في اجراء عم تغذية انتي عم تشتغلي كمان في اجر من الله اذا نويت الخدمة لانه هدول البشر هدول وناس عجزة لا يوجد من يخدمهم احنا عنا اذا مريض وهذا المريض ما في غير واحد يخدمه ادن صلاة الجمعة يعني صلاة الجمعة ما بتسقط عنا وكتير شديدين فيها لكن اذا في من يجلس جنب المريض ويحتاجه يعني اذا تركه للمريض بيتعور بيعاء بيصير معه مشكلة صحية من اقول له سقطت عنك صلاة الجمعة الحالة الانسانية عنا عالية جدا حض عليها الاسلام وركز عليها رسول الله فهنيئا لك والله يقاجرك وما بيأثر عليك شيء وامالك مبرورة ومأجورة ان شاء الله ناخد اتصال ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا في عندي أنا أبي يا ريت نوصل التلفزيون تسمعينا من السماعة في عندي أبي أبي عمره 95 سنة أبي عمره 95 سنة شيخنا وتوفى أبي أمي عمره 80 سنة يعني مريضة كماني منقدر يعني هي قاعدة ببيت أخي منقدر نجيبها لعننا وليحنا كبار بالعمر كماني يعني نقدر نجيبها من بيت لبيت نطالحها بس إنه تغير الجو على الفراء يعني بينه وبين أبي يعني بتوصد هي بأحكام العدة هلأ موهين بأحكام العدة إله هلأ أسبوع أسبوع لا ما بيجوز هذا اللي غير ضرورة أنتو فيكن تروحوا لعندا هي تنطالحها من قدام يعني البيت اللي هي ساعة كانت قاعدة هي ويا بيت أخي هي وهون بيتها لحنا ساكنين لحنا نالفين عندين بيتها يعني تلحل إذا بتغير الجو يعني يعني إذا بتجي تستقر عنكم استقرار كامل ما في مشكلة أما روحها جاية ما في داعي لأنتي ممكن تروحوا وترجعوا لعندا إيوان إحنا روح ونجي لعندا تمام وأبي كان عنده زهايمر شيخي سؤال تاني الله يكرمك الصيام كان يقول أنه صيوموني وبعد شوي بده يشرب نصقي مثلا مي وجبك عليه الصيام ولا شو هي أحكامها بحالة زهايمر ما في صيام خلص سقط عنه يعني زهايمر معناته فقد عقله يعني أو معت عنده مسكة العقل منقول أنه خلص رفع القلم عنه ما يجب عليه الصيام ناخد اتصال ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يعطيك العافية شيخنا الله يعافيكم يا ميت أهلا وسهلا الله يكرمك شيخي أنا نادر نادر إذا رجعت على بيتي أتبح خاروف طيب البيت مباق بيطلع عليه شيء أنت ما رجعت له للبيت لا ما رجعت له كنت مهجر منه سبع سنين وندرت إذا رجعت أنه أتبح خاروف بس البيت هلا لحيه مباق حسب نيتك أنت يعني مثلا هو كان بإرنع فيها مثلا إرهابيي ما قدرت تصال قلت إذا رجعت على بيتي بمعنى أنه راحوا الإرهابيين وصار البيت تحت إيدك إذا هيك النية بدك تتبع نعم طمام لا شيخي إذا سكنت بالبيت رجعت سكنت بالبيت إذا نيتك إذا رجعت وسكنت فيه بدك تتبع خاروف وإنت ما سكنت وبيعته ما يجب عليك بيرجع لنيتك إنما الأعماله بالنيات انتبه أيها السادة المشاهدون والمشاهدات نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم فابقوا معنا أيها السادة المشاهدون والمشاهدات عدنا لاتصالاتكم مع اتصال ألو ألو أهلا وسهلا ألو أهلا وسهلا الله تقول حافظ شيخ الله يعافيك يا أهلا وسهلا سيدنا بعد إذنك أنا معي سيارة تاكسي طيب نعم تفضل نعم تفضل أي سيدنا معي سيارة تاكسي فلقيت مبلغ من المال وجهاز كمبيوتر بآخر نهار ما بعرف من صحابا شو بيساوي عنده على أنت بتنزل بالجريدة بتنزل كذا إنه اللي ضيع له أمانة كذا يتصل على هالرقام طبعا بده يتعار يعني دك تحط له علامات فبتعرف عليها سنة من هون لسنة ما أجوا صحابا بتستفيد منهم أنت لكن إذا أجوا صحابا بعد السنة وكنت عم استفيد منهم بدك ترجع لهم ياهم إذا مصاري مثلا استهلكتها بتردل لهم ياها إذا كمبيوتر موجود ترجع لهم ياه إذا هلأ اسمه لقطة هاي يعني سنة عندك هلأ 12 شهر قمري بدك تعرف عليها كيف التعريف عن طريق الجريدة وبتعطيهم بتطلب منهم علامات وبناء عليه بتعطيهم الأمانة ناخد اتصال ألو 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 أهلا وسهلا أهلا فيك يا ميت هلا تفضلي ألو اسمحت شيخ لو اسمحت شيخ نحنا من عشر سنين قبل الأحداث تقريبا البابا كان نحنا عندنا أرض فالبابا باع على طرف طرفه أبض وقتها 700 ألف وعلى أساس بيتين بس هذا الطرف على أساس كلمة البابا رح باع على طرف ثالث وأثناء الأحداث الطرفين غابوا ونحنا ما عد عرفنا هاي الأرض تضلت لإلنا ولا راحت مباعد فنحنا سألنا قالونا نسأل الشيخ لأنه شأن الحلال والحرام الآن بدي تردي تعيدي للسؤال والدك باع شأرض لمن لطرف يعني لشخص لشخص تمام بعدين 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 هذا الشخص نفسه قبضنا 700 ألف وعلى أساس يفرغنا بيتين وعلى أساس كلمة أبي راح باع على طرف ثالث يعني أنتو هذا الطرف بس نحنا ما فرغنا بس لحظة لحظة هذا الطرف اشترى البيت اشترى الأرض عطاكم 700 ألف وبدو يعطيكم بيتين لسه هلأ عطاكم البيتين لا لا أبدا بس عطاكم 700 ألف وهو راح باع على طرف ثالث وأبض مليون تمام هلأ الجواب أنه هاي الأرض مو لكم هاي الأرض انتو بايعينها وأبضانين جزء من ثمنها لكن بتوقفوا الفراغ لحتى يتموا مو لكم الثمن يعني هالشخص الثالث اللي اشترى هلأ انتو بترجعوا على هذا الشخص هاي غايبين هلأ بتنتظروا الأرض مو لكم بتظلوا واقفين لحتى يظهر أحد من أصحابين الأرض ويطالب بالفراغ بتقولوا له وفي اللي عليك من الذمام حتى نفرغ لك إن شاء الله على رأسي يا من تنم ناخد اتصال ألو 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 أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خليلي ياك يا رب أنا حابة استشارك بموضوعه وبعد ما أسكر يا رب تتجاوبني على رأسي تفضلي اسلام لي يا رب أنا عندي ثلاثة ولاد وبنتي الصغيرة عمرها خمس شهور وأنا فجأة طلعت حامل وجوزي عسكري ورحت عند الدكتورة قامت قالت لي أنه حجم الكيس عشرين ميلي ما هي اسم أنا إذا بروح البابي يعني كام يوم عمره كام يوم عمره هلا هو حتى ما في دقات قلب قالت الدكتورة يعني قديش عمره الحمل قديش يعني تقريبا يمكن شيئ أسبوع أو عشر تيام هيك شي طيب عشر تيام يجوز إسقاطه مع الكراهة وفي سؤال تاني تفضلي جارتنا ستة كبيرة كتير باركة وعند ما عندها بنات الشباب هنا اللي عم يخدموها ويقموها من تحتها يا ترى فيك هاد الشي بيجوز ولا لا أنه يعني ينظر يعني يتكشفوا عليها لأمون يعني شو الحل في بديل يعني شو الحل في بديل لا هو ما في بديل لهيك حبينا نستكشير لذلك الله يزيون الخير يعني الأولاد مرضيين وعم يكسبوا رضا وإن شاء الله الله يزيون ألف ألف خير بالعكس بيأخذوا أجر وثواب أما لو عندهم أخت بنت وفي تقوم مقامهم أحسن هلأ في بنت وما رضيت تقوم مقامهم وكمان ما في بديل يعني لما بيتعين الأمر عليهم وهم يفعلون هذا بيأخذوا أجر وثواب و الله هيك يبعط لهم أولاد مرضيين مثل حكايتهم إن شاء الله ناخد اتصال ألو ألو أبدو فقدنا الاتصال ناخد اتصال آخر ألو ألو مرحبا أهلا وسهلا يا ميت هلا ألو أهلا وسهلا ومرحبا دكتور إذا بتريد أبني أختي دكتور إختي متوفى أبنى عمره عشر سنين طيب طيب تفضلي أو ما بتصلي يا ريت بس تنوصي التلفزيون سمعينا من السماعة لا نقدر نستوعي بالفكرة آمان أو ما بتصلي بتظل بتقول أنه أنا ما رح تصلي ابني بياخدني عجلني هلا عادينا السؤال من أول تكرمان وفضلان تكرمان وفضلان ممكن تعيدي السؤال دكتور إختي نعم إختي ابنى متوفى عمره عشر سنين نعم نعم وهي ما بتصلي بتقول بكرة أبني بياخدني عجلني طيب طيب السؤال هذا السؤال هذا السؤال آها بالسؤال لا طبعا ما بيسقط عنه الصلاة وتأثم بتركها الصلاة أكيد اللي بيمتله ولد صغير هذا فرط له على الحوض يعني بيروح بيستنى هنيك وبهيقله المكان ويسبقه إلى الجنة بس هذا لا يسقط عنه الصلاة ولا يعني إنه ما بده يتحاسب يعني قبل ما يفوت على الجنة ويشوف هالولد صغير اللي عم يستنى بده يتحاسب ويتعاقب قبل دخوله الجنة ناخد اتصال ألو أهلا يعطيك العافية دكتور الله يعافيك يا ميت أهلا وسهلا أهلا فيك يا ميت أهلا وسهلا أهلا فيك الله يقويك يا رب يا شيخنا الله يبارك فيكم يا هلا الله يبارك فيكم يا هلا بدي اسألك سؤالين تفضلي السؤال الأول أنا وزني 110 وعم بعمل ريجيمات كتير كتير وعم زيد هلا بالوقت الحالي عم زيد كتير وحابة إني عمل أصمع ده حرام لما حلال يعني فيها حرمان فيها حرام شي حاولت كتير ريجيمات ويلولي على حبوب أاخدهم مشان الريجيم ما خلي الدواء وجوزي بدي يعني إنه انحف تحبني انحيفة حرام إني عمل أصمع ده السؤال الثاني إنه أنا لما بركع لما بركع بقول سمع الله لمن الحمد بقول ربنا لك الحمد برفع إيدي فيها شي حرام ممنوع حلال ما بارس يعني جاوكي على السؤالين بس أول شي مشان موضوع أص المعدة جائز جائز ما هو حرام إذا الطبيب أشار بذلك وعم تقولي إنه الزوج بده لكن أنا لا أحب هذه القضية يعني أنا ليه اعتقاد خاص إنه كل واحد الله خلق له معده بتناسب جسمه بس نقص المعدة يعني إحنا غيرنا تركيبة الجسم ففي ناس بعد قص المعدة بيتعبوا كتير بصير محهم مضاعفات في ناس بتنجح محهم أنا لا أحب هذا لكن إذا الزوج بده وهي وزنة زايد وإذا بدي أثر على علاقة زوجية الموضوع بيصير جائز إن شاء الله لكن أنا لا أحبه هذا هلأ أنت لما ترفعي من الركوع بتقولي سمع الله لمن حمده وترفعي إيديك هذا عند الشافعية جائز يعني هذا الفعل صحيح ما في أي إشكال أبدا أبدا ناخد اتصال ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته رحمة الله وبركاته الله يزلككم الخير يا رب الله يبارك فيكم يا هلا عندي سؤال إذا واحد عنده عقار منزل نعم وباعه بعد سنتين ونصف من نية البيع بيطلع عليه للزكاة لعام ولا لعامين لعامين بيطلع عليه زكاة لعامين إذا من أول ما اشتراه هو بنية التجارة لا ما كان بنية التجارة هو أخده إرث يعني حصل عليه على إرث آه تمام أخده إرث وبعد سنتين باعه نعم لا هذا ما بيطلع عليه زكاة أبدا إلا من يوم اللي باعه بيطلع عليه يعني مثلا أنا برثت عن أبي بيت خليته عندي هيك بعد سنتين بعته هلأ بعته مثلا خمس ملايين هذه نية البيع عفوا نية البيع مباشرة كانت يعني تمت نية البيع تمت لعامين ونصف ما فهمت القصة لك أنا شرح لي آه يعني ورثت البيت بعد سنتين ونصف معي أنا كنت ناوي بيعه من أول ورثت البيت تمام أنت ناويت بيعه من أول ما ورثت بس ما بعته ما أجذبون يعني ما نبع معي ما نبع معي ما فهمته صح أول شي إذن أنت أخذت البيت إرثا ما كان في تجارة ولا في نية التجارة هو إرث وعرضتوا للبيع ما نبع معك سنتين ونصف بعد ما نبع هالمال اللي بيطلع معك هلأ بتعير عليه سنة حول يعني قمري يعني لحد بيعك ما في عليه زكاة كمان بس بعد ما يمر على المال اللي نبع منه البيت حول بيطلع عليه زكاة ليش لأنه هذا البيت مو معد للتجارة ولا كان في نية التجارة نيتك لبيعه هو ما هو تجارة هذا لو كنت أنت ناوي التجارة أنت عم تقول مو تجارة إرث ناخد اتصال ألو أهلا وسهلا ومرحبا تفضل أهلا وسهلا ومرحبا تفضل جاءتك العافية الشيخي الله يعافيك يا مرحبا السلام الله يكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لدي سؤالين عندي سؤالين سؤال أول نحن طلعنا الرويتي وعطينا عيقار طبعا وريتي عيقار أخدنا حقنا كله من صاحب العيقار زادنا عكله من كل شاب زادنا من صاحب العيقار مبلغ 180 ألف نعم يعني نحن أخوة طلعنا البنات بالصفة الشباب عفنا باعتبار ماما ومصاري واحد من أخوتي مبلغ 180 ألف فهلا الحمد لله يسأل أمره بجوا فينا المبلغ بعد سبع سنين طبعا المبلغ كان بالدرار 50 ليرة هلا تعافي المبلغ 500 ليرة فكل ياتنا أمن أن نسأل الشرع إيش بطلع عنا السوري ولا نأخذ إضافة عليه هون طيب هذا السؤال الأول والتاني السؤال الثاني مثلا عندي عيقارات مجرهم بطلع الزكا على العيقار المبلغ كله ولا لا عيقارات مجرها ولبنية البيع لا مجره أبستيد منها الشي عايش منها تمام هلا أول شي انت بطلع لكم حصة إرثية إجا واحد اشترى هالحصة الإرثية عطى البنات طلحهم صفي لكم معهم 180 ألف من سبع سنين هلا بده يعطيكم ياهم مصالحة لا 180 ألف ولا تضرب لياهم بـ 12 يعني على حساباتك اللي حسبتها هي مصالحة مرادة فرضا هو المبلغ بيطلع مثلا مليون وثمانمية مليونين إذا بدنا نحسبه بالضرب والجمع أخذناهم مثلا مليون يعني مليون وميتين تمانمية تسعمية مليون وثلاثمية يعني مصالحة فيما بينكم ومرادة هيك منحلة إن شاء الله هلا أنت سؤالك الثاني عما تقول أنتو عندك عقارات مأجرها هاي ما بيطلع لها زكاة لكن المال اللي بيطلع يعني عندي ثلاثة بيوت مأجرهم بـ 6 ملايين هلا الـ 6 ملايين اللي طلعوا من أجارات البيوت إذا حال عليها الحل بيطلع لها زكاة أما العقار نفسه البيت يعني دول ثلاثة بيوت حقهم مثلا ميت مليون هدول ما منطالع عليهم زكاة لأنه دول للأجار وليسوا للتجارة لكن ما ينتج من أجار من أجارات ناتجة عن هذه البيوت إذا زادت عن النصاب يعني بلغت النصاب وحال عليها الحل بتطالع عليها زكاة أيها السادة المشاهدون والمشاهدات مع هذا الاتصال الأخير أترككم بعون الله ورعايته على أمل اللقاء بكم دائما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة